بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله هذا السؤال من أحد الأحبة وردنا طبعا ملخص هذا السؤال رزقي ضيق ماذا أفعل باختصار سؤال طويل طبعا أخي الحبيب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أترك الدنيا أترك الناس أترك الأسباب أترك قوانين هذه الدنيا الفانية ونلتجئ إلى هذا الإله العظيم الذي قال لك وقال لي وقال لكل الكائنات الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذه الآية يجب أن تحفرها حفرا في صدرك في دماغك اكتبها واحفظها أن الله هو الرزاق ذو القوة قوي سبحانه وتعالى مسيطر على هذا الكون لا يعجز ولكن كثيرا يا أحبة في الله الله تعالى يضيق الرزق على العبد لحمايته من الشر ليلتجأ أكثر إلى الله لا تظن أنك عندما تقول يا رب أرزقني وتجد أن الرزق ضيق لا تظن أن الله لا يسمعك أو أن الله لا يريد أن يعطيك أو أن الله غافل عنك أو أن الله لا يحبك لا لا بالعكس الله يحب أن تدعوه أكثر ولكن سينزل عليك الرزق في اللحظة المناسبة بقدر بنظام معين بلحظة معينة فيها حكمة طيب هذه الآية أنا أقولها دائما وأنا أستخدمها دائما وأقرأها سبع مرات أنصح بها من ضاق رزقه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ولكن هذه الآية يجب أن تقولها بقلب صادق تتوجه إلى هذا الإله العظيم وتتخيل أن الله يراك ويسمعك ولكن يؤخر لك الإجابة وتتذكر أنه هو القائل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء بقدر إذن الله ينزل لك ما يصلحك وما ينفعك وما يجعلك تدعو أكثر لأن الله يريد الآخرة لا يريد الدنيا لو كان الله يريد الدنيا لأعطاها لسيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني يمر عليه أشهر ولا توقد نار عنده النار كانت دليل على الوجود اللحم والغذاء فإذن أحبتي في الله الله يريد لك الآخرة ومع ذلك يعطيك في الدنيا سيعطيك في الدنيا ولكن عندما يرى منك الصدق ويرى أنك بالفعل تستحق هذا الرزق ولن تستخدمه في معصية الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر